الملوحة عشان تعمل عين التربة ومية ايه هي المقاييس المزبوطة لملوحة المية والتربة والنباتات وكل حاجة رجاء تشوف الحلقة كويس لو الكتابة مش بينة وقف الفيديو ويكبر الصورة ويقرأ كويس واسمع الكلام اللي انا بقوله كويس جدا جدا نتستفد بكل حاجة وفيه في الكمان كيبتلكم الحلقتين السابقتين في القناة عن البس المباشر وعن تملح التربة في القناة تفرقوا كمان على الحلقتين دولت يبقى كده معاك وثلاث حلقات بتتكلم عن الملوحة من الالف للياب عايز تزود معلومتك اكتر شوفي التعليقات على كل حلقة من الحلقات السابقة هتلاقي فيه مجاوب باستفادة عن كل سؤال فيبقى كده عنتك كل شيء عن تملح المية والتربة وتحياتي لكم جميعا مع الف السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا بمشاهدين العزاء حلقة اليوم هنتكلم عن الملوحة والملوح انا اتكلمت عليها في حلقتين قبل كده حلقة بس مباشرة اتكلمت فيها لمدة ساعة عن كل شيء وحلقة بل كده بالتفصيل اتكلمنا عن التملح في التربة واتكلمنا باستفادة وعرفنا ازاي نخسل وازاي نعمل وازاي نسوي كل حاجة وهجبلكو ارقام الحلقات وصورة لشكل الحلقة في الحلقة اليوم وليه يا رجاء اي انسان من المشاهدين العزاء عايز اي شيء في القناة القناة فيها كل حاجة فيها اكتر من 425 حلقة لكل نبات سواء النباتات الاستوائية او النباتات او الخضر او الفكة او الزين او النباتات الطبية العطرية او النباتات الصحراوية والاسمدة الحيوية والزراع العضوية والزراع الكيموية وكل حاجة بس اكتب السؤال الي انت عايزه وكان بيه كلمة مرات مرعي في البحث هيطلع لك الحلقة وتتفرق عليها وتستمتع بيها واللي عايز السؤال قبل ما يسألني عشان انا دلوقتي بقيت قاعد في قرية بعيدة عن العاصمة انا قاعد في القرية ابو هريرة في الواد الجديد بالفرفرة فطبعا النت عندنا بيبقى مش قوي لكن قبل ما تسألني السؤال رجع اتعب نفسك شوية وتفرق على التعليقات اللي تحت الحلقة هتلاقي فيها اجابة السؤال بتاعك ان مستحيل يكون انسان شاف الحلقة مثلا اتكلمتي فيها باستفادة وبعتي كده لقى تحت مالة يقل عن ربعمائة تلتمائة سؤال هل انت حضرتك مش هتكون سألت السؤال بتاعك ده ايه فيه فاشوفه وبص طب نرجع لمرجوع حلقتنا لما نيجي نتكلم عن الملوحة الملوحة حاجتين ليه ما ملوحة التربة ليه ما ملوحة راي لو انا عند التربة كويسة ملوحتها بسيطة لكن البير اللي انا عملته او الميا اللي انا بستعملها فيها ملوحة عالية مع الوقت تتملح طيب انا مثلا واخت ارض في القرية اللي انا اطلقوا عليها قرية ابو هريرة في الفرفرة بالوادي الجديد الميا عزبة يعني احنا منصنف في الميا عزبة لغيّة تسعمية تسعة وتسعين بي بي ام كزء في المليون الالف تخنى في شريحة تانية زي شريحة الكهرباء كده لما بيتكلموا عليها فانت عنتك المية النيل كام مية النيل ممكن في اسوان توصل لحوالي ستمية سبعمية توصل في اسكندرية لحوالي الف ومية الف ومتين تمام ليه عشان التلوث الموجود والمجاري والصرف المصانع وي 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 رغم ان الحكومة بتقتي على الحاجات دي لكن في ناس مهملة ما زال يحصل الكلام ده الافزع والاكتر الناس اللي بتيجي وتفتي من اصحابنا المزارعين اللي قبل كده لو بيكي مسلا يشتير ارط في الوادي او عايز ياخد ارط في الفرفرة او 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 يجي يقول لك ايه لا لا انت المية عنتك كامل مش معنة سقول له عنتي مسلا نمية على تلتمية تلتمية وخمسين بي بي ام لا 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 تكتير قال لأ منت حبيب قلبي بتزرع بتروي الارط بتحتك من المصرف منت في البلد عنتك مسلا لو انت في المنصورة ولا البحيرة ولا الشرقية ولا الغربية ولا اي حتة منت في ناس كتيرة بتزرع بتروي ارطها من المصرف مية المصرف ملحطة قدي اذا كان النيل عنتك بيوصل الملوحة مثلا ل700 بي بي ام يبقى مية المصرف قدي ايه وبتكي تتكلم على مية الوادي لا فخلينا ناس واقعية فرجاء الناس اللي عايزة تشتري ارض جديدة وده الموضوع المهم اللي احنا نتكلم فيه عايز تشتري ارض جديدة تيكي كرة بحطرتك كرة زي الهمام قسة الغابة تمام تيجي سلام عليكم عليكم السلام فين الارض يا اخواننا اهيه طيب اعمل الارض مثلا اهيه قدامي باعمل نجمة دهوت ليه نجمة دهوت عشان بيكون فيها رؤوس مسلسات كتير وعنت كل راس مسلس اعمل حفرة بعمق عشرين سنتي واخد ايه حفنة تربة بكف ايدي وحطها في كيس حفنة 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 من كل حتة على الارض تكون لها على عمق عشرين سنتي اتقول ليه عشرين سنتي اقول لك عشان الطبقة السطحية ممكن تكون مسلا من الهوى من الرياح من عوامل التعرية فيه اه 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 تمالوح ممكن يكون مسلا الراجل اه بيزرع غمر فالطبقة السطحية مسلا تكون فيها حتة ملوحة لا انا عايز العشرين سنتي اللي هي التربة نفسها اللي هي المكان اللي يكون متواغر فيه المجموعة الجزر للخضر والفكهة والشعرات الجزرية للاشجار فالعشرين سنتي تيه المكان الحلو ااخد عينة من التربة دي لما جمع الحفنات اللي انا جمعتها محتاج تلات اربعة كيلو وقلبهم على بعض عندك البيل يا رايس اه طيب ممكن تشغلهولي شغله بعد ما يشغله مسلا بساعة باخد ايه ازازة مية لتر ونص عبيها واجري بسرعة في نفس اليوم او تاني يوم او بعدها بيوم يعني مش اكتر من يومين عشان الخواص ما تتغيرش للمية والتربة واروح اي مركز بحوث ولا اي كل الزراعة السلام عليكم وعليكم السلام انا عايز احل التحليل كامل للتربة والمية ديت مع ذكر النباتات المناسبة لهذه المية والتربة وعلاج الملوحة لو كان فيه اعليك هزي هيطلع لك كل حاجة مركز البحوث هيكلفك الموطوع تأتيها خمسمائة جنيه ستمائة جنيه الف جنيه انت الكسبان بات انت تعتمت على واحد اعطلك مربع على المصطبة وقول لك لا 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 انت تروح هناك لات الارض ملاحة الارض ملاحات ويعمل لك بال ان هو فيها العمدة وهو اصلا ما شافش السحرة من ساعة ما تولد لأ لازم نتكلم بأسس علمية بعد كده لما بتعمل تحليل التربة والمية والتمام التمام بتيجي مرة تانية سلام عليكم وعليكم السلام فين اوراق الارض الارض بتحت دي وضع يد ولا استثمار ولا تقنين ولا 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 مصر وقف فيها التقنين بقليك 3 سنين الله علم امتى يتفتح فالارض اللي موجودة دلوقتي اراضة استثمارية يعني بيبقى نظام شركات وبتشعر فيها الاستثمار ساعات بقى مناطق تقول لك لا انا بديلك اراء الارض بتحتك تكون منفعة لغاية لما تتملك ومش هتكلم في الموضوع دوت عشان انا مش درس قانون بس انا على حسب ما انا بسمع طب الارض اللي انت خدتها باش منطس مراد دي بقى ايه نظامها هقول لك انا معرفش حاجة تعالى بنفسك شوف تب المشوار وتعالى بنفسك اتكلم انا بديق من الناس اللي قعدة في مكانة وعمالة تفتي الناس اللي قعدة في مكانة ومش عايزة تتحرك القاهرة بقت متكدسة بالتلوس والسكان اسكندرية وكل المحافظات بقت فوق بعضها الناس بتنزل الشارع ما تقوليش كورونا كورونات ايه كورونا لو نزلت بتختافي من كتر الناس الكتير تعالوا الوقت الكتير مفتوح عايز العمار وعايز التنمية وعايز كل حاجة انا في الكاري اللي انا فيه فيها البنك مصر والوحدة الصحية والصيدلية والصبر ماركت والكافيتيريا وبتاع المشاوة والفران وكل حاجة فاطر ايه عايزين نعمل مل ولا نعمل سيمة ما فيش الحاجات دي فاحنا نركع لما ركعنا في موضوع الحلقة اليوم رجاء دي هتبقى اخر حلقة عن حلقات الملوحة كلمش فيها في استفاضة تفرقوا على الحلقة بتمعهم كتا اكتب ورايا كل كلمة مكتوبة في الحلقة مش عارف تشوف الحلقة كب وقف الحلقة وكبر الصورة تمام بالموبايل بتاعك او باللاب توب وقرأ كويس لمكتوب وافهم كويس كل كلمة واعرف قبل ما تزرع النباتات تم وجهتها للتربة ولا متوسطة الاجهات ولا شديد الاجهات بتتحمل الملوحة ولا ما بتتحملش الملوحة حساسة ولا مش حساسة لازم يكون عنتك استيعاب كامل لكل شيء بيتم عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل وفي نفس الوقت انا نزل لكم صورة الحلقتين اللي انا عملتهم قبل كده بحيس اللي انت لما تيكي تبحث ما عليك اللي انت بس بتكتب ايه اي كلمة وكان بيها مراد مرأة هتطلع لك الحلقة تحياتي لكم جميعا واتمنى اتمنى ان المواطنين المصريين اللي عايزين يشتروا اراضي ييجوا يتنورونا في الوادي الجديد في كاريت ابو غريرة والكفاح وابو منقار وكل الاماكن انا مستمسار ولا بسوى اراضي انا بسوى ان الناس تخرج من الكتمة وديكي للكو المفتوح النظيف الحلو تحياتي لكم جميعا وانا دلوقتي مستقر في القرية ويشرفني كل انسان على مستوى الوطن العربي بس للاسف انا معنتيش مضيفة فان شاء الله اللي هيجي ياخد معانا الواجب وواجب الطيافة لكن مش اقتر اقول له تعال انا ان انا لسه برضو معنتيش مكان ان انا اقدر استطيف الناس فيه بسهولة ويسر تحياتي لكم جميعا ومع الف السلام شكرا لكم